على مدار سلاسة أيام استهدفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات محافظة البحيرة بحملة مكبرة لضبط تجار وحائزي مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني الغير صالحة للاستخدام والمحظور تداولها لتأثيرها السلبي على المنتج الزراعي وصحة الإنسان ونجحت الحملة في ضبط 17 مصنعا ومخزنا ومحلا تستخدم في تصنيع وتخزين وبيع الأسمدة والمبيدات بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وتم ضبط مئات الأطنان من الأسمدة والمبيدات في هذا الإطار وفي ضوء خطة وزارة الداخلية التي تهدف إلى مراقبة أسواق تصنيع وإنتاج وتداول والاتجار غير المشروع في مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والمحظور تداولها في الأسواق